بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم حبايب كشكو البسمة بسلسلة أساسيات التريكو صبايا إن شاء الله اليوم رح نعمل الرقبة أو الأبة تبعات الرقبة المدورة الرقبة المدورة طبعا اشتغلناها مع بعض بالتفصيل وقلنا كيف منحردها اليوم كيف بدنا نركب الرقبة كيف بدنا نلقط الغرزات تبعها صبايا باحترافية بحيث يكون عدد غرزات مرتب كثير لا قليل ولا كثير ويكون متناظر فيها طرفين الرقبة ومع بعضهم إن شاء الله بالتفصيل رح نحكي فيها هاي مثال عن الرقبة المدورة صبايا أنا بعملة دائما على طبقتين يعني دي معمول أهم طبقتين أنا فضل إن شاء الله بعد شوية رح نحكي بالتفصيل أنا فضل أن تكون على طبقتين وهي كمان عملتوا يكون ياهم طبقتين طبعا الرقبة في منها صبايا بمنها بتكون هاي كول يعني أعلى من كده وممكن تكون على قد الرقبة هذا اختيار كون أنتو بتفصيل إن شاء الله صبايا رح نشتغل خطوة خطوة على بركة اللعنة بتدي يلا بينا بصوصبايا بالبداية هي يعني الأب المدورة لسه أسهل من لما بكون عنا إنه نتشكل أو نلضم الأب اللي هي الفي أو السبعة مع ذلك هو هاد التكنيك نفسه ورح نستخدمه بأي كولة أو رقبة أو أبة بدنا إنشكها إنشكها يعني ناخد الغرز بتاع هاتها صبايا رح نجيب إما بلوفر تاني أو نحنا الرابيلي نحنا شغالين فيه ده بصوا رح ناخده ونستخدمه بالمقاس حتى نشوف كم غرزة نحنا بدنا للدائر أول كنا نلاحظ الصبايا أنه أنا هون معاي صدر بس الظهر نحنا معنا محتاجين فيه نشتغل أي شغلي لأنه رح ناخد غرزات الظهر غرزة غرزة بيعتبار غرزة الظهر أو رقبة الظهر أحيانا ناخده كلها سطر واحد وأحيانا بتكون على مرتين يعني بناخد الغرزات دون ما نتعذب لأنه بيكون ترتيب الغرز جن بعضهم وين بيكون الشغل دائما بالمدورة دي اللي بيلاقوا فيها المبتدئات العنات فنحنا نجيب ريب جاهز معنا سبايا من قبل وناخد إما في بلوفر تاني أو نفس الريب اللي نحنا شغالنا ونروح نطبقين الحرف هنا بصوا رح نستخدمه كأنه للمعاص ونسبته على الحرف الكتف تماما ونمشي الريب لا نشده ولا نرخين خلي مرتاح كده سبايا ونروح مع شي مع ترف الرقبة كده كأنه نحنا ركبنا شو كأن نركبنا الريب ونحنا هيك بصير عنا تصور للعدد النهائي اللي بدنا نشتغل عليه تماما اهو ونلف كده لا داير الرقبة لا داير الرقبة لاحظوا أنا هون لأنه الريب عندي قليل حتى نقصني بينما لو أنا عم بيش استخدم بلوفر تاني مؤكد رح يكون عندي مطلقة الحرقة إذن بصوا صبايا اهو بدي تكمل الريب للآخر برجع بعدين بمسك كده وبعد قديش الرقبة احتاجت مني عدد من الغرزات يكفي للمحيط كله بناءًا عليه برجع بوزعه الآن أنا عندي هون ستين غرزي تمام سبايا بجعل حردة الرقبة هنا وبقسمها بالنصف تماما كده وبحط علامي في الوسط هو لحاله متوسط مع نباين إذن الآن أنا بدي اسم غرزاتي بدي يكونوا 15 يمين و 15 شمع عفوان سبايا بدي يكونوا 30 يمين و 30 شمع إذن بدي 30 غرزة من هنا و 30 من الطرف الثاني لحتى يكفي للمحيط و 30 صعب علي إنه أنا وزعهم علامة المسافة دي كلها بدي يقعد وزع فيها لا سبايا برجع بقسمها مرة تانية بالنصف اهو وبحط عمد الوسط هون علامي هذا بيعطيني استرشاد وبرجع بقول العدد استرشادي ممكن جدا نحن عمد شكل رقبة سبايا نلاقي إنه في زيادة غرزتين أو في ناقص غرزتين منعودوا الطريقة دي طريقة استرشادية بس كتير مهمة حلق صار عندي معناها لازم وزع في المسافة دي 15 غرزة والمسافة دي 15 غرزة وبرجع مرة تانية كمان لتانية طرف من الرقبة وبعمل نفس الطريقة أنا بكون هيك زغرت اللقمة على نفسي فبلعب أسهل اهو بدل ما احتار الستين غرزة كيف بدي وزعهم كل التوزيع دي معناها عندي المسافة من الكتف لأول علامة لازم يكون هون مثلا وزع 15 غرزة هيك بيسهل علي طيب وين بدي ابتدي؟ بدي ابتدي مش من أول غرزة سبايا لان بدي احساب ان هون بدي يكون في بدي يروح معناها خياطة كتف أنا نسيت لكم سبايا من البداية عادة نرقبة المدورة دائما منقفل فيها كتف ومنترك كتف تاني حر مثل ما هو قدام نهي وش الشغل هيك فمنقفل الكتف ده مع الظهر ومنخلي ده مفتوح لان بدنا نشتغل ده دوران ونرجع إلا لو نحنا شغالين على قبر دائرية اللي بيعرف شتغل على قبر الدائرية يقفل الكتفين سبايا ويرطع بالكولة عادي لكن بالحالة العامة نحنا دائما نترك كتف لنخلص الرقبة على الأخير منرجع منقفل هو والرقبة مع بعض منبتدي من أول الشغل منحاول ندخل بقفلة الكتف سبايا لحتى ما ينقص علينا وحتى تساعدنا بالخياطة هون ده بيبقى الحتة دي بتبقى حتة مهملة اهو ندخل سحب خيتنا الحالة اهي طلعت بتاعت الكتف معانا ومنبتدي نعد قلنا انا اللي عند اول علامة لازم يكون عندي هنا 15 غرزة فبيسال علي توزيع الغرزات الطريقة دي ونبدي ادخل طيب الان اهو في عندي هذا الحرف العزيح مباشرتان هاد سبايا ما نشتغل عليه ده نشتغل على السمبلة اللي قبله حتى نضبط الحافة تماما شايفينا اهي ما ندخل على الحرف ده ندخل فيه السنابل اللي على الحرف الداخلي تقريمة وببتدي بدخل بالغرزة اهو بالصمبلة بتاعت الغرزة بحاول نقرب لكم بس مشانا احيانا نزوم الكاميرا المقربة بتخلي الوضوح اقل اهو رح ندخل لف ونسحها بغرزة اهي ننزل على الغرزة اللي تحتها مباشرتها اهي ندخل فيها اهي سبايا بس اهو رح لف اهو واسحب بازل كمان نعلي تحتها لف وبسحب بالترتيب وبالاخر بعرض غرزاتي وبشوف كمو ستسافح لف ام قطع بحق ودخل تبقى نشح ودخل و يقوم بخلط دويرة تبقى بنحكي بشغلاتها عنها متأكد كده انا اخبرتها انا اتبقى ان تصورها انا لن ترى الغرزة تكون الكاميرا تكون الجوال هي اللي منع عني فانا بشوف من الكاميرا مش بشوف مكان الشغل اذا انا اطلقى انا اتبقى الان الستر المستقيم احو الان صارت عندي لفة بدي انزل الان باللفة من السطر احو للسطر اللي تحت اللي عاطيني اللفة اللي حت تكون قريبة من الحافة رحلف واطلع هلا وصلت عندي العلامة معناها تقريبا لازم تكون 15 فزادة واحدة او نقصة واحدة برجع بلكون هذا الامر تقريبا هو فقط استرشاد رح نعد اثنين اربعة ستة اثمانية عشر اتناش اربعة عشر اتناش اربعة عشر اذا خلصت المسافة معي مع العلامة شوفوا شو سهلة الان كمان بي العلامة الاولى والتانى كمان خمسة عشر وبرجع بقول استرشادي ربما يزيد عنا غرزة وربما ينقص غرزة ولا بهمنا ابدا بس نحفظ انه هذا طرف شو كان فيه حتى نعمل الطرف الثانى مثله الان وصلنا وين الغرزة اهي سبايا بحظة بس تركز الكاميرا اهو سوف ندخل الآن على السمبلة لا تدخلوا بالفراغ بين السنابل هذه السمبلة اهو سبايا وبركدة توضح الصورة لا تدخلوا بالفراغ سوف ندخلوا بقلب السمبلة يعني بقلب الغرزة هنا هون سبايا وراح نلف ونمشي كمان واحد اهو وهي اللي بعدها اثنين اللي بعدها بصصوبايا لا تدخلوا بالفراغ هون دخلوا رأسا على السمبلة بعدها ثلاثة كمان لا تدخلوا بالفراغ هون دخلوا بقلب الغرزة كمان لا تدخلوا بالفراغ ادخلي هنا حتى تعطيكي سحبة حلوة للرقبة كمان لا تدخلوا بالفراغ ادخلي هنا اللي بعدها اللي بعدها قربنا ننصل للمنتصف سبايا اللي بعدها ادخلوا بالفراغ ونرجع من عد غرزاتنا مرة تانية ادخلوا بالفراغ ادخلوا بالفراغ اللي قادمة بمسك ورقتي وقلمي ويكتب وبرسم الرقبة اذا عندي جزء الارتفاع عندي 15 سطر هون كان عندي 11 سطر اذا انا بكتب انه 11 بالرسم كمان يكون قدرد ادخلت ندخل لازم ندخل الآن عالتناظر سبايا لازم يكونوا الغرزين هذه السنبلة اهي رح ادخل فيها وممكن عد مضروري عدو لعدي اضعه بعدين بعد مرة تانية بداخل السمبلة انا هي اربعة خمسة ستة سبعة اهو مرة تسعة عشرة والعمرات تكن من طفل سمبلة والعمرات تحت من طفل سبعة عشرة و انظر سمبلة سمبلة سوف ادخل الغرزات و اشتغل 15 غرزة سوف نبدأ من اول سنبلة سوف نبدأ من عجيب عبارة سوف تسوف نkaa عبارة أبدأ بسرسة اشتركوا في القناة طب ليه هون طالع عنا 15 برجع بقلكون سبايا نحنا هذا الكتف يعتبر كتف حر ونحنا زدنا فيه غرستين بالأول طالعناهن من الشلة اهو الغرستين حتى دول بدون يروحوا بالخياطة فيبقى عندي هون 13 هون بيكون هذا الكتف مقفوح وصلنا لنهايته بال13 دول اذا نحنا بهاي الطريقة بنزبط الرقبة بحيث يكون في عنا تناظر بجانبي منتصف الرقبة خلصنا الان منخش سبايا ومباشرة نحنا مكون وان مقايطين وجازي مندخل على الخلف ومنشكوا غرزة غرزة هداك ما بدو لعد ولا بدو عزاب لانه برجع بقلكون حردة الرقبة بتنسموه منقورة نقر يعني ما بتكون عميقة يعني مش صعبة يعني مندخل بناخد فيها كل غرزة بغرزتها برجعوا بأكد سبايا ورقتنا بتبقى جنبنا ورسمين احنا الرقبة وحاطيني العدد اللي طلع معانا بالزبط الان شو بدنا نعمل طيب انا بدي اعمل فرضا عن الرقبة اتنين باتنين الرجالي غالبا انا بعمل اتنين باتنين سبايا فاذا مشتغل اتنين عدل اتنين مقلوب لا بدي ساوية غرزة وغرزة اوكي احنا بدي مباشرة ما بيهمنا انه نبتدي مقلوب اوش لانه بطبيع الحال هو سطر بلسي احنا اخد غرزة اهو وغرزة اهو لف الو قدام قدنا عم ذكركم بالبلسي سبايا احي منلف ومنعهوض غرزة اهو لف الو قدام مقلوب لف الو الخلف عادل لقدام مقلوب وبيفضل كده لغاية ما ينتهي معي السطر نحنا الان مو بصدد الحديث عن البلسي سبايا لانه صورنا له فيديو مخصوص نحنا في آلية لقط الغرزات بتوع الرقبة وشو هي الطريقة الاستدلالية برجع بقول سبايا استدلالية ممكن جدا ينقص غرزتين او يزيد غرزتين منظبتون اثناء نحنا ما عم نشتغل بس هاي الطريقة تعطينا الشكل النهائي مباشرة كما لو انه نحنا اشتغلنا اذا سبايا اللي رح اعمله رح اكمل غرزة عادل وغرزة مقلوب لاخر السطر قنات السطر الاول سبايا بشوفوا الابر الدائرية قتاحت لانه انا نزل الغرزات على الحبت ويبان مع الشكل النهائي للغرزة اهي لا زيادة ولا مقصان مرة تانية باكد انه الطريقة دي استدلالية سبايا لقيتوا عندكم مثلا انه سارعتكم هون زيادة اكتبنهم امكانكم انتو راجعين تضموا غرزتين تظبط معكم بيبقى مجال الخطأ فيها محدودة كتير كتير واماكن الخطط تبقى محددة اماكن اللي بكون فيها زيادة او مقصان ان انتو خلص حددتو النصف حددتو الربع حددتو التلت يلي هو الان كلي رح نعملو سبايا انه انا رح ضل اشتغل رايح جاي لغاية ما اصل لارتفاع الكولة اللي انا بديها برجع وقول مرة تانية انتو بتكون موصولة مع الكتير سبايا الشغل طبعا انا لانه عملتو نموتج يعني مش البلوفر اه شايفين يعني هو عبارة عن نموتج مشان بس نتعلم فيه ما انه هون شوفوا عندي قبل بس ما اكمل الشغل الرقب اللي مدورة انا بالغالب بعملها على طبقتين صبايا نادرا ما اعملها على طبقة واحدة واختمها من فوق دائما بعملها على طبقتين يعني ضعف الطولة اللي انا بديها طبعا انتو بامكانكم اما تنعمل بارتفاع عادي زي دي او نعملها هايكول اللي بيحبها هايكول معناها بيعمل الارتفاع ضعف فرضا ارتفاع الكل عنده خمس عشر سنتي فانحنا بنا نعملها دبيل لي دبيل لانه بدنا نرجع نطوية صبايا ونثبت الحرف تبعا بالصبا عنا طريقتين بعد ما نشتغل الرقبة لو انتو بتكون لهذا يعني طبقة واحدة براحة تكون انا عم بيحكي عن طبقة تانية هولا رح نختم مع بعض منحاول انه تكون الختمة مرخية كتير كتير وبعد حابين نكون البروسة ضعية على الوش معناها منقلبها ومنخيط على الوش بطريقة دي وغالبا دي اللي بتبقى الكولات الجاهزة يعني لما منجيب ملابس جاهزة بتلاقوه على الوش طيب لا انا ما بديها على الوش انا بديها على المقلوب ايزا انا بقلب وشايفين الحرف اللي احنا اخدناه مضبطنا فيه حد الرقبة ده سبايا ده بيتم اخفاؤه لما مننا نجي اهو بس كتير حلو القبر الدائرية عم تعطينا مرونة الحاركي اهي ما نغطي فيها فبيطلع عنا نضافة بالتأفيل حلو من ورا ومن قدهان وبتزبط معانا الرقبة هيك تماما قبل بس ما اكمل بدي فرجيكم انا عندي هاي اللي رقبة دائرية اهي طبعا انا عاملتها رجالية الغرزة دي انا عاملتها على القناة سبايا بتلاقوها انا عاملتها على طبطين شوفوا كيف مخيطة من جوا من كتير مع يعني في تزبيط للحرف ولا بتسدوا انه مخيط اخياط اهي وانا دي عاملتها اهي طبطين لتسدوا انه هي طبطين اهي تمام اذا انا اخذ هون طول اللي انا بديها وعملته دبل اخدته دبل سبايا وبعدين طويته للداخل وخيطت بالابرة ثبتت على دائر الرقبة اللي نحن عادينه هلا اهو كمان الكتف قصوا لما قالتلكون انه نحنا عادة نفتح الكتفة اللي على اليمين والكتفة على شمال ما نخيطه لما منشكل رقبة او منلضم او منلقط الغرزات بتوع الامام تبعات الخلف ببقى سهل لانه انا بلقط غرزات الخلف غرزة بغرزة سبايا اهي هاي شوفوا الخلف ادي مرتبة حلوه هاو تمام ومندر رايحين جاين طيب والخيط نحن الخط اللي هون اهو شوفوا الخط اللي الخياط راح تكون مفتوحة عادة اذا نحنا بدنا نساوية لجوه سبايا منخلي الخياطة من هون مش عال وش مش عال لما نطوي تكون الخياطة سارت لجوه يعني اصدي مع تأفيلتي الكتف اهو مع نسبشان الكاميرا بس مع تأفيلتي الكتف انا بقفي الرقبة ان شاء الله تكون واضحة بنسبة لكم الرقبة سبايا طيب نرجع الآن لشغلنا سبايا لنشوف كيف بدنا نختم الرقبة هلا احنا تعلمنا اكتر من طريقة بختم الشغل وزا راجعت وفيديوهات التريكو راح تلاقوه سبايا الرقبة ما بإمكاننا نختمه بطريقة حالكم زي اهو يعني فاكرين لما كنا ناخد انه ناخد غرزتين دول مع بعض انا بدي ما اخد ورجع فك سبايا واخدتهم كده مع بعض تمام ورجعنا نرجعنا الغرزة وناخد التنتين كده مع بعض هاي الطريقة بالرقبة سبايا ما كتير محبذة ليش؟ لانه ممكن جدا نحن عمم نختم الدقيقة علينا فنخسر الاساعة اللي نحن عملينا هاي الطريقة بالرقبة مدورة ومقفولة لكي يلبسها ما يتدايق باللبس هاي الطريقة بالرقبة 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 تبع السطر اللي نحن بنها لسا يتسع مشا نقط الخياطة بصراحة هي الرقبة منختمها متل ما نحن شغالين بالرقب يعني الان غرزة عدل اوكي سحبناها شو الغرزة اللي بعدها مقلوب فاذا بيجيب الخيط لقدام وبيشتغلها غرزة مقلوب سبايا اهو ويقلب الغرزة الأولى على الثاني تمام؟ طيب الآن دور غرزة عدل فباخد الخيط للخلف وبشتغلها عدل اهو وبرجع بقلب الغرزة الأولى على الثاني كمان الآن دور مقلوب بجيب خيطي لقدام وبشتغل إذن كل غرزة حسب نوعها بشتغلة مثل ما هي لحتى حافظ على مرونة الأستك اللي هو ما عندي اهو على مرونة البلسة صبايا تبعها كما بلبف اللي بعدها وبقلب الغرزة حاولوا ما تشدوا يدكن أبدا حتى ما تخسروا المساحة اللي انتوا آخذينها للرقب كما مقلوب اهو وبقلب الغرزة كما شوفوا أهو للخلف وهي عندي عدل بإذن بشتغل عدل وضحت السبايا شو الهدف الهدف انه لما بشتغل انه هو السبايا ما أخسر المرونة بهذا السطر بهاي الطريقة بكمل حتى نختم كل السطر طب سبايا أنا نهيت الآن وشوفوا ليش لتلكم بقى انه ما لازم تشدوا لازم نشتغلها شوفوا حافظت عن مرونة إنا اللي بآخر سطر مشان ارجع السفيد منا كمان لما نحنا بنلبس البلوفر لانه هذا العرض هون ما يدايقنا لنحنا بالأساس حردنا الرقب على أساسه وآخر الخيط منخلي طويل يعني باخده مشان لضمو وبعدين نقلب نلمبأ كل الحاجات دي نحنا نقبص الصبايا الحرف اللي نحنا أساسا رتبنا عليه طرف رقب نجي بالحرف كده وبيكون تثبيت بالخياطة الصبايا على هذا الحرف حتى ما يطلع معانا على الوش طريق حتى ما أعمل عقدة سبايا للخيط وتبان معي بدخل كده وخلي آخر الخيط اهو وبطفين ببتدي بأول هرزيب اهو برجع بأكد مرة تانية سبايا حاولوا انه الخياطة ما تطلع على اللوش التاني نغطي فيها هذا الحرف اهو سوف أكمل أن أخلص لآخر الرقبة و أرجع لكم انهيط سبايا شوفوا هو الخياطة التي خيطناها كل الحرف ومحللة الحردة ده الخلف ده الوش حصلنا على كلها احترافية مضيفة ومرتبة وعندما نشتغل أهو سبايا صارت مرينة لنا ما خسرنا ومرنت الرقبة لذلك سوف نفيدكم بهالفيديو إن شاء الله منلتقي بفيديوهات مقبلة إن شاء الله منعمل الحردة الفي أو الأب السبع إن شاء الله ومع تركيب الكلة تبعها حتى نلتقي استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته